احتفت السفارة اليمنية في مصر بالعيد السابع والخمسين لثورة الرهوى عشر من اكتوبر المجيدة وخلال الفعالية نقل السفير محمد علي مارم تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدالربو منصور هادي الى اعضاء البعثة الدبلماسية وابناء الجالية اليمنية في مصر بهذه المناسبة العظيمة واكدا بان احتفالات شعبنا باعياد الثورة اليمنية تأتي في ظل الظروف الصعبة تعيشها اليمن نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران على الدولة ومؤسساتها وثمن السفير مارم تضحيات ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل استعادة الدولة وانهاء كابوس الانقلاب الذي تحاول من خلاله شرذمة من الناس اعادة عجلة التاريخ الى الوراء وقال السفير مارم لا يمكن لنا في هذه اللحظات التاريخية ان نغفل الدور المصر الداعم والمساند لبلادنا وشعبنا وثوراته المجيدة مثمنا ما تقدمه مصر اليوم من رعاية كريمة لابناء الجالية اليمنية ودعمها المستمر لشرعية الدستورية في بلادنا وموقفها الثابت والدائم من قضية استعادة الدولة والحفاظ على امن الوطن واستقراره ووحدة اراضيه ورفع السفير مارم باسمه ونيابة عن البعثة الدبلماسية لبلادنا اسماءات التهاني والتبركات الى فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الخالدة سائلنا الله العلي القدير ان تحل الذكرى القادمة وقد تحقق لشعبنا ما يصبو اليه من انعتاق من سلطة الميليشيا الانقلابية واستعادة الدولة ومؤسساتها اشتركوا في القناة